أعقدت مؤسسة حياة كريمة اجتماعاً مع أعضاء هيئة أشجعك اليابانية وذلك لتنسيق تطوير مئة مدرسة في قرى حياة كريمة بالإضافة إلى تنسيق تعميم أنشطة التوكاستو بمدارس حياة كريمة وأكدت مؤسسة حياة كريمة أنه تمت مناقشة الأليات وتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية عن طريق اعتماد خطة زمنية للتطبيق وخطة للتدريب المعلمين ومتطوع مؤسسة حياة كريمة مشيرة لأنه يجرى فحص المرحلة الأولى من المدارس المقترحة لتطورها للبدء في أقرب وقت